سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وخلال الزيارة استمع سمو إلى شرح مفصل عن الإجراءات التي تتبعها الشركة في الجوانب التنظيمية والتشغيلية والتطويرية وخطة الشركة لعام 2022 والمبادرات التي ستطلقها الشركة في المستقبل والتي تساهم في دعم جهود المملكة لتطوير قطاع النفط والغاز بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الشركة في الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية الوعدة وبهذه المناسبة أكد سموه أن قطاع النفط والغاز يحظى بكل الدعم والمساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مشيرا سموه إلى أن هذا القطاع يشهد حراكا متواصلا وتنفيذ العديد من المشروعات التطويرية التي تتناسب مع الانتاجية العالمية بما يساهم في دعم ومؤازرة جهود المملكة في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وخطة التعافي الاقتصادي ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة باعتماد أحدث التقنيات المبتكرة للسعي نحو التطور النوعي والمستمر لجهود الشركة في النهوض بقطاع الاستكشافات النفطية وإدارة الحقول مؤكدا سموه دعم مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز لكافة المشروعات التطويرية في شركة تطوير للبترول والارتقاء بمنظومة العمل لجميع الشركات التشغيلية تحت مظلة الشركة القابضة للنفط والغاز من جانبه عرب المهندس فيصل المحروس رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للبترول عن اعتزازه وتقديره للزيارة التي قام بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي ستمثل دافعا كبيرا لمجلس الإدارة من أجل مواصلة العمل بنسق مرتفع لتطبيق خطط وبرامج الشركة التي تتوافق مع سراتيجيات مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز مؤكدا أن الشركة تبدل جهودا كبيرة لإطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع النفط والغاز في المملكة اشتركوا في القناة